استنكر البرلمان العربي ارتفاع وطيرة تجنيد جماعة الحوثي الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني للأطفال في اليمن وتدريبهم على استخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وتوزعهم على خطوط التماس في الجبهات للمشاركة المباشرة في العمليات القتالية واستخدامهم كوقود للحرب العبثية التي تخوضها جماعة الحوثي بدعم من النظام الإيراني ضد استقرار ووحدة اليمن وأكد البرلمان العربي في قرار أصدره في ختام الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الثاني للفصل التشرعي الثاني بمقر الجامعة العربية برئاسة الدكتور مشعل السلامي رئيس البرلمان أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني بحق الأطفال في اليمن تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتهديدا للأمن والسلم إقليميا ودوليا تستوجب ملاحقة مرتكبها وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية وأن قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بخطف الأطفال من المدارس والزج بهم للحرب على جبهات القتال يمثل جريمة ضد الإنسانية حيث حرمتهم من حقهم في التعليم وعرضتهم لأسوأ أشكال عمل الأطفال التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية عام 1999 وذكر البرلمان العربي أنه تابع بقلق كبير تلك الظاهرة التي وصفها بأنها الأبشع ضد الإنسانية في العالم وتمثل انتهاكا واضحا للعراف والقانون لاتفاقات الدولية التي تحمي حقوق الأطفال وانتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني موسيقى